بالرقصات والأغاني الشعبية تستقبل فرقة موسيقية أوكرانية للمسافرين القادمين إلى أوكرانيا في مطار بوريسبل الدولي بالعاصمة كييف وذلك بمناسبة أعياد العام الجديد 2018 مبادرة استحسنها الكثيرون لأنها تطفي المرحة والسرور على وجوه المسافرين المتعبين فريقنا الصحفي كان حاضرا في هذه الأجواء وعاد لنا بالتقرير التالي هذه التعويذة مشهورة إلى حد كبير في أوكرانيا ولا تغيب عن الأطفال والكبار معا هذه الأغاني الشعبية مشهورة جدا لدينا ونحن علمناها للأطفال لإنشادها اليوم نتاليا إحدى المشاركات في هذه الجوقة تقول أنه تم التحضير لهذا الأداء مدة ثلاثة أشهر وأنهم تعلموا واختاروا لأنفسهم أزياء تظهر الثقافة الأوكرانية وتجلب انتباه المسافرين الأجانب في آن واحد هناك ضيوف أجانب هنا نبين لهم ثقافتنا والشيء الأكثر هو إيماننا لأن عيد الميلان هو أولا وقبل كل شيء ولادة السيد المسيح وليس مجرد عطلة تقول داش البالغة من العمر ثماني سنوات وإحدى المشاركات في الجوقة الموسيقية إنها كانت متوترة قبل العرض في المطار ولكنها تمكنت من التغلب على ذلك بكل قوة الوجوه المشرقة للمسافرين تعجبني حقا وتعجبني تراتيل عيد الميلاد وأنا أرددها لقد أعجبتني هذه الأجواء هنا بشكل كبير هذا لطيف جدا لقد أعجبتني المجموعة ورقص الأطفال إنهم متجانسون جدا كل شيء جميل الملابس والأغاني مثل هذه الفعاليات الاحتفالية تقام بشكل دوري بمطار باريسبل بالعاصمة كييف فيما ينتظر أن تقام فعالية أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعناق اشتركوا في القناة